السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم والحلقة الخامسة وعشرين من مسلسل لعبة حب في الحلقة دي فريدة بتقوله خلاص انسى الموضوع لأن أنا زي ما بدأت القصة خلاص هنهيها ورامي بيكونش مسدق فبتقوله أصلا مش حلو أن احنا نتدخل في حياة الناس فبيقولها شكلك مشغولة وأنا مضطرة أمشي فبتقوله خلاص روح وانسى القصة كلها فرامي بيسيبها وبيمشي وفي نفس الوقت مالك وسامة بيكونوا لسه مع الصحفية والصحفية بتقول للمالك انت ليه ما سألتش علي باسبوع الموضة شكلك اتغيرت لكن مالك بيقولها ان هو كان مشغول وسامة بتكون قاعدة وشكلها متضايق وبتحاول تتماسك فبتقوله دايما حجتك جهزة فمالك بيقولها ومين بس اللي بيقدر يهرب منك وسامة أول ما بتسمع كده بتفضل تكوح فمالك بيديها مية عشان تشرب فبتقوله ان هي تعبت لان في حاجة مضايقاها وبتشرب وهي متضايقة وبعدها سلطان بيرجع عند فريدة وبيفضل يبص عليها ففريدة بتتعصب وبتقوم وبتفضل تصرخ وبتوقع الحاجات اللي قدامها وبتقول له سلطان لو انا سيبتك هتفضل واقف مكانك زي ما انت وطبعا سلطان بيكون متفاجئ فبتقوله ان هي خلاص هتطلع رامي من اللعبة لان هو كل شوية بيجي وبتكلم معيها وبطنه مغصة فسلطان بيقول لها يعني انت لسه بتفكري انا قلت ان مخ جباز فبتقوله ان هي ام الافكار وان في عندها خطة جديدة وبعد ما هتطلع رامي من الموضوع هتحاول تجيب مكانه حد تاني ويكون حد قريب من مالك وبيسمع كلامه فسلطان بيقول لها ان هو مش فاهم اي حاجة فبتقوله تعالا معي وانا هفهمك وبعدها الصحفية بتتفرج على الصور بتاعت الكنادر وبتقول لمالك ان التصميم حلو جدا فمالك بيقول لها خط التصميم من قندرة امي وسما لما بتسمع كده بتقوله بجد فبيقول لها ايوة فمالك بيبص السما وهو مستغرب فبتقول له انا قصدي ان احنا نجحين في الشغل ده وبعدين الصحفية بتقول للمالك عشان التصميم الحلو ده لو وفقت تيجي معي لندن هسامحك فمالك بيقول لها ان هم ما عندهمش شغل في اسبوع الموضة فبتقول له كفاية بس ان انت تكون معايا وبعدين نعوض اللي حصل في روما وسما لما بتسمع كده بتتدايق وبتقول لهم ان هي هتخرج لان ملهاش لازمة وما فيش اي ملاحظات تكتبها فهتخسل وشها او تعمل اي حاجة وبعدين بتسيبهم وبتخرج برة وبتكون متوترة وعملة تفكر وبتسأل السكرتيرا عن علاقة مالك بالصحفية فالسكرتيرا بتبدأ تحكي لها كل حاجة وبتقول لها كمان ان هي لغت كل مواعدها النهار ده عشان تقابل مالك بالليل فسما بتتفاجئ وبتسألها هيتقابله فين فبتقول لها مش عارفة بس شكله لقاء خاص وطبعا سما لما بتسمع كده بتكون هتتجنن وغيرانا وبعدها مالك بيسلم على الصحفية وبعدين بيخرج لسما وبيقول لها في حاجة لكن بتقول له مفيش انت بس طولت عند الصحفية وانا خايفة على البرنامج بتاعك فمالك بياخدها وبيمشو وفي نفس الوقت سلطان بيكون قاعد مع فريدة والاتنين بيفضلوا يتكلموا وبعدين بتقول له ان هما لازم يجيبوا حد مكان رامي لان رامي خلاص خرج من اللعبة وكمان بوز الخطة فسلطان بيقول لها ان هو مش فاهم حاجة فبتبدأ تفهمه ان اللي هيكون جنب مالك لازم يكون بياصق فيه وكمان يسمع كلامه فبيسألها مين اللي هيعمل كده فبتقول له واحد مننا انا او انت فسلطان لما بيسمع كده بيتفاجئ وبيقول لها ان مالك مش هيقبل يشغلها فبتقول له يبقى انت اللي هتشتغل في الشركة وطبعا سلطان ما بيكونش مصدق لان هو عمره مشتغل ففريدة بتقول له مستحيل حد غيرك يقدر يوجه مالك وبتطلب منه ان هو يجهز نفسه فبيقول لها ضروري فبتقول له ايوة ضروري وده كله طبعا عشان القصر وبعدها زيت بيكون ماشي معليين وبتقول له ان امها رجعت وان هي متضايقة جدا لان كل الناس هكولها على اللي بيحصل بنا وبتطلب منه ان هو يبعد عنها لان مش عايزة اي حد يشوفهم مع بعض وبعدين بيكونوا الاتنين ماشيين مع بعض وبيقول لها انا مش فاهم هو ايه اللي مزعلها فبتقول له لان ان انت مش عاجب امي وبتقول عليك ان انت لسه ولد صغير ومش راجل فبيقول لها لو على الشغل والفلوس فانا هشتري القهوة بتاعت عبده لكن ليه بتقول له انت مش عاجبها كده كلك على بعضك وطبعا زيت بيزعل من الكلام اللي هو بيسمعه لكن ليه بتقول له ان هي معجبة بي ومش شايفة زي الولاد فزيت بيقول لها خلاص يلا امشي فبتقول له بلاش بقى تعمل حركات الولاد دي وبعدين بتقول له مش قصدي فبيقول لها انت كمان بتعملي زي امك وبيسيبها وبيمشي فبتفضل تنده عليه وبتتدايق وبتقول ايه الكلام اللي انا قلته ده وبعدها اديب بيقعد مع فيصل وبيكونوا بيلعبوا واديب بيسأل فيصل عن مالك فبيقول له ان هو كويس واديب بيفضل يتكلم معاه ان هو كان عايز مالك يتجوز علشان يشوف احفاده قبل ما يموت ففيصل بيقول له اصبر وكل حاجة هتيجي في وقتها وان كمان مالك كان بيتكلم معاه في موضوع قريب وطبعا اديب بيكون عايز يعرف ايه اللي حصل لكن فيصل بيقول له مش هينفع فبيتعصب عليه جدا وبيقول له ان ده حفيده وان هو لازم يعرف عنه كل حاجة فبيقول له يمكن عشان الزعل اللي بينك ومالك مش بيردى يقول لك حاجة وبيطلب منه ان هو يتغير فأديب بيقول له اتغيرت كتير عن الاول وبيسأله تاني عن موضوع مالك لكن فيصل برضه مش بيردى يقول له فبيتدايق وبيقول له ان انت بتعمله ده غلط وبيسيب وبيمشي وبعدها سامة ومالك بيكونوا في السيارة مع شكري وشكري بيطلب من سامة ان هي تفتح التابلوب بتاع السيارة فبتفتحه وبتلاقي جوال باسكوت اللي هي بتحبه فبتتفاجئ وشكري بيقول لها ان استاذ مالك هو اللي اشتراه فمالك بيقول ان هو اشتراه من فترة يعني ما جبهوش النهاردة كلام ده كان وقت الحفلة فشكري بيقول لها مش هتاكل الباسكوت فبيكون شكلها مدائق جدا وبتقول له مش هاكل لان ما ليش نفس وبعدها سيرين بتركب السيارة مع عبدو بتقول له على المكان اللي هم رايحينه فعبدو بيجي يتحرك بالسيارة لكن سيرين بتصرخ فبيسألها في ايه فبتفضل تقول في حشرة فعبدو بيساعدها وبيشيل الحشرة وبيفضل يضحك وبيقول لها انقذنا حياتك وبعدين بيمشوا بالسيارة وفي مشهد تاني سامة ومالك بيوصلوا على الشركة وبيقفوا يتكلموا ومالك بيقول للسامة عايزة تقولي حاجة فبتقول له اللقاء كان عامل ايه مع الصحفية زبطت الشغل فمالك بيقول لها بقيت بتهتمي بأمر الشغل فبتقول له مش عايزني اهتمي بالشغل لكن مالك بيقول لها اهتمي براحتك فبتقول له بس حلوة الست دي فمالك بيضايقها وبيقول لها ايوة حلوة فسامة بتتفاجئ من رد فعله وبعدين بتقول للمالك لما كنت في روما شكل الشغل مخلص وانا اصلا اللي بيدخلني في حياتك الخاصة انا بس بتكلم لان الموضوع تفتح فمالك بيقول لها انا مفيش اي حاجة بيني وبينها فبتقول له مقصدش حاجة انا بس بدردش معاك فمالك بيمسكها وبيقول لها اول حاجة تعمليها انك تسيبي الشغل مع رامي وبيسألها مش فهم كلامي فبتقول له ازاي ده انت كتاب مفتوح والكل بيفهمك فمالك بيفضل يبص لسامة وفي الوقت ده سلطان بيوصل عندهم وبيقول للمالك كويس اني لقيتك فمالك بيسيب سامة وبيروح مع سلطان وفي ماشهة تاني فريدة بتكون في البيت وقعدة مع ستي وفي الوقت ده اديب بيوصل عندها وبعدين بيعودوا يتكلموا وبيسألها عن البنت اللي في حياة مالك لانه هو بدأ يسمع كلام كتير عن مالك ففريدة بتتفاجئ وبتقول له انت عرفت الكلام ده منين ومين اللي قالهو لك فأديب بيقول لها انا خدت قرار ان مالك يتجوز قبل ما موت وانا اصلا غلطان ان اعتمدت عليكم في حاجة زي دي وانا ممكن اعرف كل حاجة لوحدي فاحسن لك تتكلمي ففريدة بتبدأ تتكلم وبتقول له ان هي بنت كويسة جدا ومن عيلة محترمة وطبعا اديب لما بيسمع كده بيفرح جدا وبيقول لها ان هو عايز يشوفها ويتعرف عليها ولو فعلا الموضوع زي ما هي بتقول القصرة هيبقى بتاعها وفي نفس الوقت سلطان ومالك بيكونوا في المكتب وسلطان بينسك السور بتاعت سامة وبيقول للمالك مين العريضة دي فمالك بيقول له ان هو ما يعرفش وان دانيال هو اللي صورها وكمان نسي اسأله هي مين فسلطان بيفضل يشكر فيها ويقول ان هي حلوة جدا فمالك بيسأله انت جاي ليه فبيقول له ان هو جاي عشان يتطمن عالشغل وبعدين بيقول للمالك انت لازم تعرف هي مين ازاي ما تعرفش لحد دلوقتي فمالك بيقول له عندك حق وبيتصل بدانيال وبيقول له بعاتل السور بتاعت العريضة لان انا ما شفتهاش لحد دلوقتي وبعدين سلطان بيطلب منه ان هو يشتغل وبيقول له ممكن امسك لك مدير المكتب فمالك بيقول له مفيش مشكلة انت عمي فوق رأسنا بس خليني اكلم رامي فسلطان بيشكره جدا وبيقول له هو ده ابن اخويا وفي نفس الوقت سامة بتروح المكتب عند رامي فرامي بيقول بسرعة وبيقول لها ان هو عنده خبر حلو وبيعرفها ان هو تكلم مع فريدة وان هي خلاص لغت الخطة ومش تجوزها المالك وسامة اول ما بتسمع كده بتتفاجئ فرامي بيقول لها يعني انت خلاص مش مضطرة تمثلي وبيسألها في ايه شكلك مش مبسوطة فبتقول له مش عارفة هسدلها الدين ازاي فبيقول لها اتكلمي معيها وشوفي هتقولك ايه وعرفيني فبتقول له القصة مش في وقتها بس انا هتكلم مع فريدة وهشوف وبعدين بيسألها عن معادة الصحفية وبيقول لها كان عامل ايه فبتقول له كان شئبي يجنن فبيضحك وبتقول له ان هي كمان كتواغد رحتها على الاخر ولا كأني موجودة فبيقول لها ايه الكلام ده هو انت بتغيري على مالك ولا ايه فبتقول له لا طبعا وهو انا هغير عليه ليه فبيقول لها بقصود كواحدة ست فبتقول له اه فعلا هي حلوة وبيكون شكلها مرتبك وفي الوقت ده رامي بيجيله مكالمة من مالك فبيسيب سامة وبيخرج وسامة بتكون وقفة وشكلها متضايق وبتقول ازاي يعني بطلنا اللعبة وانا اعمل ايه دلوقتي وبعدها فريدة بتكون متعصبة جدا وعمل اتفكر في الكلام اللي قدي بقاله لها وان هو عايز يشوف سامة وبعدين بتاخد التليفون وبتكلم دانيال وبتحكي له على اللي حصل وبتقول له تعالي عشان عايز اتكلم معاك وبيقول لها ان هو هيجيلها فورا وبيكون واقف جنبها واول ما بيقفل معاها بيدخل عندها وفريدة بتتفاجئ وبتقول له ازاي وصلت بالسرعة دي وبيفضلوا يضحكوا وبعدها رامي بيكون قاعد مع مالك وسلطان وبيوافق ان سلطان يشتغل في الشركة وبيقول ان سلطان مش عم مالك لوحده وان هو لازم ينفز له اي طلب ومالك بينده على الموظفة عشان تاخد سلطان وتعرفوا كل حاجة عن الشركة لكن رامي بيقول له انت عايز فريدة تموتنا وبيطلب من البنت ان هي تمشي وبينده لهاني عشان يكون مع سلطان وبعدين سلطان بيروح مع هاني وبيبدأ يفرجوا على الشركة وسلطان ما بيكونش مركز في اي حاجة غير البنات وبعدين دانيال بيكون لسه قاعد مع فريدة وبيتكلمه وبيقول لها في قصة سما وقصة قديب هنعمل ايه فيهم فبتقول له ان هي متلغبطة جدا فدانيال بيقول لها وسلطان بيعمل ايه احنا بعثناه عشان يزبط القصة فبتقول له فعلا عندك حق انا بعثته عشان يكنع مالك بسمع وبتمسك التليفون وبتقول لدانيال لما شوفه بيعمل ايه تتصل عليه لكن سلطان مش بيرد فدانيال بيقول لها يمكن يكون واقف جنب مالك فبتقول له ممكن صح هبقى كلمه بعدين ودانيال بيقول لها ان مالك طلب السور بتاعة العريضة وان هو هيبعت هاله فبتقول له بعت هاله فدانيال بيبعت هاله وبتقول له انت كده بتساعدنا من برا وانا وسلطان متحلفين ولازم نخلي مالك يحب سما علشان نخلص من القصة دي والمخطط بتاعي ينجح فدانيال بيقول للفريدة هينجح واصلا مالك اول ما يشوف السور هيحب سما على طول وفي الوقت ده مالك بيكون في المكتب والرسالة بتجيله على التليفون واول ما بيجي يفتحها بيحصل جرس انزار الحريق في الشركة فبيخرج بسرعة على برة وكمان رامي بيخرج وبيلاقي الموظفين خايفين جدا فبيحاول يهديهم وبيقول لهم ان هما كلهم هيخرجوا ومالك بيسأل رامي ايه اللي حصل فبيقولوا ان في حريقة لكن سلطان بيخرج من المكتب في الوقت ده وبيقول لهم ان هو كان بيشرب دخان وطبعا مالك ورامي بيتفاجئوا وبيهدوا الموظفين وبيقولوا لهم مفيش حاجة ورامي بيقول لسلطان مش بنولع دخان في الشركة وبيطلب منه ان هو ما يعملش كده مرة تانية وسلطان بيعتذر وبعدين سما بتيجي عندهم وبيقول لها لو خلصت شغل ممكن تمشي فبتشكره وبتاخد الشنطة عشان تمشي فرامي بيطلب منها ان هي تسلم على ستها فبتقول له حاضر وبعدين بتمشي وطبعا مالك بيكون واقف ومتفاجئ وبيسأل رامي وبيقول له مين دي فرامي بيقول له ان هي ستها فبيقول حلو كتير وبيستأذن وبيمشي وبيروح ورسامة فبتقول له انت مش في العادي بتخرج في وقت زي ده فمالك بيقول لها ان هو عنده لقاء صحفي ولازم يجهز فبتقول له طبعا وبعدين بتسألك انت عايز تقول حاجة فبيقول لها رامي يعرف ستك فبتقول له ايوة وكمان يعرف عيلتي كلها فبيقول لها يعني جالكم زيارة فبتقول له ايوة فبيقول لها انت والمدير بتاعك الجديد متفقين فبتقول له هو انت متعصب ولا حاجة فبيقول لها لأ وفي الاخر كل واحد حر في حياته فبتقول له مش متأكدة من السبب لكن انت متعصب فبيقول لها ده اللي انت عاوزاه فبتقول له ايوة وان هي كمان هتنزل على السلم لوحدها فبيقول لها خلاص ماشي وبيسيبها وبيمشي فسامة بتقول مش طبيعي ده انا هتجنن منه ودي كانت سريعا احداث الحلقة الخمسة وعشرين من مسلسل لعبة حب استنونا في الحلقات الجاية ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس